هذا وأعلنت وزارة الصحابي حسب الإحصاء الرسمي للفريق الوطني الطبي للتصدي الفيروس كورونا أن عدد حالات التطعيم ليوم أمس بلغت 623 حالة تطعيم كما بيّن الإحصاء أن مجموعة من أخذ تطعيم حتى مساء أمس السبت قد بلغ 17433 شخصاً هذا ويؤكد الفريق الوطني الطبي أهمية مبادرة جميع أفراد المجتمع البحريني للتسجيل لأخذ اللقاح المضاد للفيروس مشدداً على أن المشاركة في أخذ اللقاح واجب وطني يدعم الجهود المبدولة في التصدي للجائحة والحفاظ على صحة وسلابة الجميع